ونروح لزمينة بقى محمد توفيق من ملعب المباراة من الاهل ويا السلام الملعب الصديف لقاء النهاردة بين الاهل وادي ديجلا نشوف كواليس التحضير للمباراة والسعادات طبعاً للمباراة يمكن هتقام كمان ساعتين محمد مساء الخير وأهلا بك في السادسة مساء الخير للزميل العزيز أحمد تحياتي ليكم كل مشاهدي ومتابعة السادسة في كل مكان خلمنا وتنقلنا كده الأجواء قبل المباراة المنتظرة والهامة جداً بالنسبة للنادي الأهلي عندك في ملعب الأهل ويا السلام زي ما ذكرت بالفعل يعني المباراة النهاردة في استاد الأهل ويا السلام وإن كانت المباراة هي مباراة ودي ديجلا صاحب الضيافة اليوم لكن ودي ديجلا بيلعب مباراةه في بطولة الدور العام على نفس ملعب النادي الأهلي هنا في الأهل ويا السلام يعني الأجواء أكثر من رائعا فيش بس درجة الحرارة عالية جداً مجرد وصلنا كدرجة ح 41 بقى تاربعين دلوقت حالاً أنا بكلمك درجة حرارة 38 درجة مقوية نأمل إن شاء الله يعني على الساعة التاسعة مع بداية المباراة يكون درجة الحرارة الخفضت بشكل أكبر وبقى الجوة ألطف عشان نشوف مباراة كبيرة النهاردة وما يكونش درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الرطوبة أعقق أمام اللعابين النهاردة عشان أقدوا مباراة كبيرة وإن شاء الله يعني نتمنىهم مباراة كبيرة تطليق بالنادي الأهلي وتكون ثلاث نقاط يعيدوا النادي الأهلي لي مكانه الطبيعي على قمة الدوري الممتاز زي ما قلت لك ممكن النهاردة الودي ديجلا هو صاحب الأرض أو زي ما قلت له صاحب الضيافة وكمان صاحب التنظيم النهاردة ممكن الاجراءات كلها المتابعة العادية اجراءات أكثر من رائعة الأجواء الداخل الملعب هنا أكثر من رائعة يعني زي ما بنقول دايما وبنشيد باستاد الأهلي والسلام وطبعا إدارته التنفيذية القائمة عليها شركة استادات الوطنية زي ما قلني دايما وبنأكد أنها شركة وز masa عملاقة اعتقد الاستاد بيظهر دايما في أبها صوره فأنا حاجة طليق باسم النادي الأهلي وإسم النادي الأهلي يطلق عليها وزي ما دائما معتدين من يوم من الأستاذ والنادي الأهلي بقى بلعب هنا هو مصدر الفرحة ومصدر الانتصارات يمكن النجمة التسعة والنجمة العشرة كانوا ببادئين من هنا من ملعب الأهلي والسلام نتمنى إن شاء الله استمرارا لانتصارات النادي الأهلي والأستاذ دائما يبقى وشه حلو على النادي الأهلي يعني وكمان يعني يا أحمد لو أنت موجود معا هنا تشوف صور النادي الأهلي صور اللاعبين في كل مكان أعتقد ده فخر النادي الأهلي والنادي الأهلي اللاعبين بتبقى مرتاحة وهي بتلعب في وسط الاجواء دي يعني تحس انك دخل النادي الاهلي مكان مش غريب على الفريق اعتقد ده يعني كمان بيبقى مصدر زي ملون رعب شوية كمان للفرق الاخرى ممكن فيه فرق كتيرة في الدوري بتبقى لعلى الملعب هنا بتبقىش حبة انها تلعب فيه لان زي ما يقولك لعب النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي وبطرات النادي الاهلي بتبقى محوطاهم من كل مكان يمكن ساعات قليلة ويقول ان شاء الله يصل الفرقين يعني ننتظر ان شاء الله ان يصل فرق النادي الاهلي وفريق والدجلة الى ملعب المباراة فيه تمام السبعة والنصف يمكن كم من الخامسة من هيا زي ما معتدين كل مباراة عام حارس بقى عامل غرف الملابس والقروك كامل اللي شغال معاه بيزبقوا الفريق بيبقوا الفريق باربع ساعات هنا في اي ملعب بتقام على المباراة بيبقى معاهم انا عاوزين نعرف جماهير ان كمان الكواليس اكتر هنا بيجيبوا مهمات الفريق التشيرتات بيتم تجهيز كل التسهيلات للعبين عشان اللعبين يبقى جايين مركزين في تمام السبعة والنصف ان شاء الله ينتظر اللعبين يكونوا هنا هينزلوا واتمرانوا قبل المباراة بساعة الاربع على ملعب المباراة هنا ممكن كمان زي ما كابتن سال عبدالحفيز والادارة التنفيذية او الادارة الكرة في النادي الان تبقى حريصة دايما على رش الملعب يمكن كمان مع ارتفاع درجة حرارة يمكن الملعب احنا هنا من بدري جدا تم رش ارضية الملعب مرتين وكمان التراك الترتاني اللي بويحد بارضية الملعب طبعا نظر الارتفاع درجة حرارة تم رشه اكتر من مرة وان شاء الله كمان بعد انتهاء تسخين الفريقين هتم رش الملعب مرة تانية يمكن المباراة صعبة زي ما بنتكلم النادي الاهلي مش ميزة انك بتلاقي اخر اربع فرق في جدوى الدوري بتبدأ بالبنك الاهلي بعد كده انتاج الحر بعد كده انتاج الحر بعد كده مباراة اسوان وكمان النهار ده ودي دجلة اعطاك انك بتقابل اربع فرق يا احمد وهم كلهم من المباراة دي هالمباراة زيادة اللي كانت متأجلالهم فده كان الامل الاخير لهم ان هم يسبقوا بنقطة او بسلاس نقاط الفرق اللي بتنافس معهم على الهبوط فده يمكن كان عامل صعوبة جدا في كل مباراة الاخيرة من زي ما الناس كان بتروج ان النادي الاهلي تم ترتيبه ومباراة دي عشان اللعب اخر فرق اربع اربع فرق في الدول بعكس الموقف بصعب جدا لكن الحمد لله النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيه والاهلي ما بيشغلش باله بالكلام اللي بتقال الفرق عارفة كويس جدا ايه المطلوب منها وعارفة هدفها ومستر مسماني اكيد بالتأكيد فصل الفرق والتيم في المرحلة دي عن اي حاجة بتتقال احنا ما بنشغلش بالنا بكل محاولات الاستدراج للصراعات الجانبية والدخول في قصص وحواديث وحكايات احنا عارفين ان شاء الله بإذن الله هدفنا ايه وعندنا القدرة واسقين في لعبتنا انها قادرة ان شاء الله توصلوا